ان شاء الله هنتكلم عن اهم مادة فعالة بتستخدمها السيدات والمادة دي بتنتمي الى مجموعة نونرستروردال انتينفروماتو درقز اللي هي الادوية المسكنة المادة دي اسماها مادة مفنامك اسد تعال نشوف ايه الادوية اللي موجودة في المادة دي وازاي نستخدم المادة دي بالقراعات الصحيحة بدون اثار جانبية ولو حصلت الاثار الجانبية ازاي نتعامل مع الاثار الجانبية دي ومين الناس اللي ممنوع يستخدم المادة دي في الحلقة دي هنوضح كل مفاهيم الخاطئة عن المادة وازاي نتعامل معها السلام عليكم من اخبار ياربكم دايما بخير وبصحة وصعدة ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن اشهر مجموعة واشهر مادة فعالة بتستخدمها السيدات اللي هي مادة مفنامك اسد المادة دي بتنتمي الى مجموعة النونرستروردال انتينفر مادة الدرقز اللي هي المواد او الادوية المسكنة والمضادة لتهابات الغير السروردية يعني ايه احنا عندنا فيه الاساس اللي بنقسم نونرستروردال زي برستامول وحطينا برستامول في مجموعة الواحدة علشان هو اقل واحد في حدوث الاثار الجانبية ويعتبر اقمن واحد على جميع الحالات المرضية اما اللي هي نونرستروردال لها مجموعة كتيرة جدا والاثار الجانبية بتاعتها تبقى شائعة جدا وصعب التعامل معها فالمادة بتاعت النهاردة اسمها مادة مفنامك اسد تعالى نشوف ايه الادوية اللي موجود فيها مادة مفنامك اسد طبعا لو انت بتاخد اي دواء من الادوية اللي هنقولها دلوقتي اللي هي بتحتوي على مادة مفنامك اسد فهنطبق عليها كل الشروط اللي هنقولها دلوقتي زي مثلا ادوية الياربونستان وديه يعتبر اشهر دواء او اشهر علاج موجود فيها مادة مفنامك اسد ومعظم الناس بيستخدموه وعندك تاني حاجة اسمها بونفورت وعندك مافي بين وديه يعتبر الارخص والشائع بيننا وعندك حاجة اسمها مافي نام وعندك برضه مافي انتان كل الادوية دي بتحتوي على مادة الفعالة بتاعتنا اسمها مادة مفنامك اسد فيما تستخدم وما هي القرعة المعتادة لعلاج احنا عندنا مادة الفعالة دي متوفرة بشكلين اللي هو 250 ميلي جرام و500 ميلي جرام طيب ازاي نستخدمها او امتى بنستخدمها بنستخدمها عند الالام الحادة والقرعة بتاعتها بتبقى مثلا بناخد 250 ميلي جرام مرتين في اليوم او بناخد ارس 500 ميلي جرام بيبقى مرة واحدة بس في اليوم والافضل ان نستخدمها عند اللزوم والمفروض ما اتخطاش او المفروض ما استخدمش المادة دي اكتر من 7 ايام وممكن نستخدمها برضك في الام او الفترة بتاعت البرود او الام الدورة الشهرية عند السيدات او النساء بين نستخدمها برضك نفس الجرعة او نفس الحكاية يعني بنستخدمها 500 ميلي جرام مرة واحدة في اليوم او 250 ميلي جرام مرتين في اليوم والافضل ان نستخدمها بس يعني عند الاستعمال او عند حدوث الالم والمفروض ما زودشي عن 3 ايام فقط طيب لو انا هستخدامها بس عند اللزوم يفضل اني ما اخدش الجرعة التانية قبل 6 ساعات يعني لو انا اخدت الجرعة اعدي 6 ساعات والمفروض ما اخدشي قبل الفترة دي لان قبل الفترة دي يعتبر ان الدواء لسه شغال ولسه موجود في الجسم والفعالية بتاعته كويسة جدا والمفروض يعني لو انا عاوز اخوك من جرعة يبقى بعد 6 ساعات او كل 12 ساعة ما هي موانع استخدام مادة مفينامك اسد طبعا ممنوع اي حد اقل من 14 سنة يستخدم المادة دي او لعلاج الالام الحادة وخاصة عند الاطفال ممنوع الاطفال وممنوع الناس اللي اقل من 14 سنة يستخدم مادة مفينامك اسد لعلاج الالام الحادة الافضل يستخدم مادة برستامون طيب وممنوع برضك الحوامل يستخدم المادة دي لانه معروف الحوامل والمرضوعات ممنوع اللعبة في الحاجات دي او ممنوع يخدم ادوية بدون استشارة الطبيب او الصيدل يعني لازم في الحكاية يكون في استشارة طبية ويكون بتخاف مثلا على الطفل اللي معاكي لان ممكن بيقل الجرعات المواد الفعالة ممكن يعمل خطر شديد جدا على الاطفال وبالتالي ممنوع الحوامل تستخدم مد مفنومك اسد وبرضه ممنوع المرضعات لانه ممكن يفرز مع الحليب ويعمل شلال عند الاطفال او مشاكل خطرة جدا عند الاطفال وبرضه ممنوع للناس اللي عندها مشاكل في المعدة ويفضل لو انها استخدم اي مادة او ادوية مسكنة للتهابات غير السترودية المفروض يستخدم معاها حاجة للمعدة زي مثلا الحاجات اللي هي بي باي لها حاجات شغالة على المعدة زي مثلا الامنبرازول او اي مادة بتحتوي على مادة الامنبرازول او الايزمونبرازول او اي مادة اللي هي شغالة على البروتون بومب انهيبتور وكنا اتكلمنا عن الادوية دي انا قدر نكتبها لكم فوق او تحت اسفل الفيديو وممنوع منعا بتا الناس اللي عندها مشاكل في الكبد يستخدمهم مادة دي وممنوع برضك الناس اللي عندها مشاكل في الكلا لان معظم الادوية المسكنة او كل الادوية المسكنة اللي 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 نسترودل بتعمل مشاكل خطرة جدا على مرضى الكلا ومن الاسباب الاساسية لحدوث الفشل الكلا او المشاكل اللي بتبقى موجودة في الكلا اللي هي استخدام الادوية المسكنة عمال على بطال الناس اللي عندها مشاكل في الكلا السبب الوحيد والسبب الرئيس او نسبة كبيرة جدا من الناس اللي عندها مشاكل دي بيبقى سببهم ان هم بياخدهم الادوية المسكنة عمال على بطال وبدون استشارة طبية الافضل لونا هستخدم المادة دي كمادة مسكنة اخدها بقل جرعة وقل وقت ممكن اما لو انا هستخدمها كحاجة مضادة للتهابات يبقى بزود القرعة اضعاف الاضعاف وبتكون تحت استشارة الطبيب اما الناس اللي عندها مشاكل في القلب فممنوع يستخدم المادة دي لانها تبقى خطر جدا عليهم الافضل ان هم يستخدم مادة برستامول او يستخدم المادة بتاعت النابروكسين وبرضه احنا كنا قلنا برضك الحوامل ممنوع يستخدم المادة دي وخاصة في الثلاث شهور حتى البرستامول ما يفعش تاخدها في اخر ثلاث شهور من الحمل ممنوع تستخدم مادة برستامول حتى في اخر الحمل يعني مادة برستامول بتبقى امنة جدا بس كل حاجة لهوقت وممنوع تستخدم اي ادوية من المسكنات في اخر ثلاث شهور من الحمل وبرضه نفس الحكاية على المربعات ممنوع تستخدم مادة ميفينامك اسد اما الاطفال فمن سن سنة لحد ثلاث سنين يفضل ان نستخدم في الفترة دي برستامول اما اكتر من ثلاث سنين لحد 12 سنة يفضل برضك ان نستخدم برستامول او الايبوبروفين امتى بقى ألجأ ليه المسكنات التانية أما يعدي فترة الـ 14 سنة والمفروض ما عودش الطفل من البداية على الأدوية المسكنات دي نهائيا لأن لو عارف الطريق دي من البداية هيتعود على الأدوية دي وبالتالي ده اللي بيعمل عندنا فشل كلوي وبيخلي الناس ترح تغسل الكلاة على طول والناس اللي بتعمل مشاكل أو عندها مشاكل في الكلاة بيبقى حالهم بيصعب على كافر وبالتالي لازم نحذر الناس من استخدام المسكنات عمال على بطاق ما تاخدهاش اللي عند اللزوم أو يكون تحت استشارة طبية أو لو انت عاوز أي مادة مسكنة يفضل أنك تلجأ لمادة بارستامول وتستشير الصيدالي قبل استخدامها كيف يعمل مفيناميك أسد؟ بيعمل مفيناميك أسد عن طريق النواة بيعمل انهيبشن للبروستاج لندن واللي خاصة اللي هو بيبقى موجود فيه الرحم لأن دي بيبقى كويس جدا في حالات الناس اللي هي عندها فترة البرود أو أهلاها من دورة شهرية وبالتالي هو بيقى مخصص جدا للناس دي وبرضه بيعمل بالأضافة انه بيعمل انهيبشن أو بلوك لي اللي هو الانزيمات اللي هي صارتك لكويس جينيز رقم 1 ورقم 2 ما هي الأثار الجنبية لمادة مفيناميك أسد؟ أول حاجة تعالى في حكاية المعدة ومعظم الناس اللي بتستخدم مسكنات أول شكوى ليهم بيشتكوا من حكاية المعدة ليه؟ لأن مادة مفيناميك أسد أو أي مادة مسكنة شغال على أنها بتعمل انهيبشن لكوكس 1 و الكوكس 2 يعني بنسبة متفاوتة فمعظم اللي هو الكوكس 1 شغال على المعدة فبعد أن مفيناميك أسد يعمل بلوك ليه؟ الانزيم ده الانزيم ده مسؤول عن يعني ايه؟ يعني بيحافظ على المعدة وبالتالي نمنع الانزيم ده المعدة هتبقى معرضة جدا لحكاية القرحة وبالتالي ممكن توصل كمان لاستخدام الخاطئ والاستخدام المتكرر لمسكنات يوصل نزيف في المعدة تاني حاجة بيعمل مشاكل في الكلة ومعظم الناس اللي بشكوى ليهم أنه بيشكل من الجنب اليمين أو الجنب الشمال أو الاتنين مع بعض وبالتالي دي المشكلة الرئاسية برضك ليه الناس عندها مشاكل في الكلة أنهما بيستخدون أدويا مسكنة عمال على وطاة ليه بقى؟ لأن مادة مفينامك أسد بتقلل الدم اللي بيروح للكلة وبالتالي بيقلل المية اللي بتخرج من الجسم وبالتالي بيعمل مشاكل في الكلة ودي اللي هيوصلنا ليه للفقرة التانية اللي هو بيعمل مشاكل على القلب لأن هو ما يقلل المية اللي هتخرج من الجسم هيزود ارتفاع ضغط الدم وبالتالي الناس اللي عندها مشاكل في الأوعية الدموية والقلب ممنوع يستخدموا مادة المفينامك أسد أو أي مادة من الأدوية المسكنة تاني حاجة الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز التنفسي ممنوعي يستخدم مادة مفينوميك أسد أو أي مادة من المجموعة النونستورويدالأنتين في مطل دراجز لأنها تقلل الأوعية الدموية وبالتالي يكون خطر جدا على مرضى الأزمة أو الناس عندها حسية على السيدر فمعظم الناس اللي هم بياخدوا مادة مفينوميك أسد أو أي مادة مسكينة ضد التهبات وبيشتكوا من أنهم عندهم كحة أو عندهم ضجف التنفس أو مثلا بيشعروا بضوار أو دوخة كل الأثار الجانبية دي بيحس بها أو بتحصل عند 90% من الناس اللي بتأخد مادة مفينوميك أسد ما هي التفاعلات الدوائية اللي ممكن تحصل مع مادة مفينوميك أسد طبعا المفروض قبل ما ناخد دواء جديد لازم نستشير الطبيب أو الصيدل وبالتالي يجي دورنا فيه الحكاية دي المفروض نحذرك من استخدام مادة مفينوميك أسد نهائيا أو مفروض نلجأ للحلول الطبيعية اللي بدون أثار جانبية زي مثلا مادة بروستامول تاخد منها زمان تعاوز بس لازم يكون تحت استشارة الصيدل الأول طيب إيه بقى التفاعلات الدوائية اللي ممكن تحصل مع مادة مفينوميك أسد طبعا لو أنت بتاخد أي دواء للكلة ممنوع تستخدمه مع مفينوميك أسد ممنوع نهائيا ثاني حاجة مثلا عندها مشاكل في القلب أو ضغط الدم وبياخده مثلا كيبتو بريل ممنوع يستخدمه مثلا مفينوميك أسد ممنوع نهائيا ثاني حاجة ممنوع تستخدم أي مادة نونسرودل مع مادة نونسرودل يعني مثلا ما يفعش تاخد مثلا مادة استيرغوكسب مع مادة مفينوميك أسد ما يفعش تاخد مادتين دول مع بعض يكفي مادة واحدة بس وكون تحت استشارة الطبيق وبكده نكون نتهينا من حلقة اليوم نتمنى أن الحلقة تكون عجبتكم ولو عجبكم فعلا نرأيكم في كومنتات تحت ولو أنت حبي موضوع معي نتكلم فيه عرضوه علينا وإن شاء الله نتكلم في الحلقات القادمة اشتركوا في القناة